عند الإشارة تكون الساعة السابعة صباحا وهنا ريباط إداعة المملكة المغربية أهلا وسهلا بالجميع نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير هذه الحلقة سنحاول أن ننقشوا موضوع مهم وسيكون معنا الأستاذ دينا السي محمد ريباطي محلل القناة الجريدة المغربية مباشرة مدينة الريباط ولكن رجاءً كما دكتكم في الحلقة السابقة قلت لنا رجعوا أسي حمد إحنا رجعنا إلى أنا ولسي محمد إذن حاولوا قدر الإمكان أنكم تدعمونا بالإعجاب ولما لا البارتاج قد ندخلوا مباشرة في الموضوع السي محمد مرحبا بك نحن نشوف ماذا يقع في الجزائر على الحدود الليبية الجزائرية اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ولكن السي محمد هذا النظام ما زال ما بغاش أنه يحشم لحد الآن كما نقوله بالداري جدياً وهنا ندخل معك في الموضوع مباشرة سنشوفوا بأن ممثلي جبهة البوليزاريو دخلوا مع الوفد الجزائري وسمعوا معي مزياناً في مؤتمر تيغاد للجلسة التحضيرية للمؤتمر الياباني الإفريقي سنطرح لك السي محمد مباشرة السؤال هل هذا يعني فعلاً وجود جمهوريتين في بلد واحد بلد المليون ونسي مليون شاهد تفضل السي محمد شكراً أخي أحمد السلام عليكم والسلام موصولي لجميع الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أخي أحمد جواباً على سؤالكم المستجد في هذه الجمهورية الجزائرية الجنوبية وبفعلاً حقها على هذه التسمية لأنه اليوم شفنا واحد حالات شروط ممتلين ديال الجبهات البولي زيرو كيف أنهم دخلوا مع الوفد الجزائري في مؤتمر تيغاد الجلسة التحضيرية للمؤتمر الياباني الإفريقي كيف شفنا ذلك الخصيص دخل مع الوفد الجزائري وتاقلس عادش بد ديك اليافطة أو ديك البلاكة أو دك سمو حطو أمامه في الجمهورية الصحرية هنا تبين بالملموس أنه فعلاً جمهوريتين في بلدي الواحد صراحةً بش يدخل الوفد وهو فيه وفد جزائري شمالي وفد جزائري جنوبي أخي سي أحمد نذكرك واحد القضية هو بعد إجماع دي الدول الخليج وبعدها الاعتراف الأمريكي بالمغربية الصحراء بشكل علاني وصريح الخليج يدعم السلامة الحدودية المملكة والأمن الحدود ديالها من طنجة القويرة هذي معروفة كلهم كلهم الخليج الستة أما الاعتراف الأمريكي سي أحمد والإخوة والأخوات حسب الوثيقة الرسمية الأمريكية اللي طرفعت إلى المنتظم الدولي ليس ديك تدوين الترامب كما يزعومه من لا هيبة ولا وزن لهم لا الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على حدود صحرائه كاملة أسترليا السي أحمد على كاملة غير منقوصة لا مناطق عزيلة ولا محزانون ورجعوا لتصرحة ديال السفيرة الأمريكية بالجزائر في الإعلام الجزائري قالتها بأن الاعتراف الأمريكي هو حقيقة تاريخية وهي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي على فكرة والحزب الديمقراطي كما تعلم دائماً عن المملكة المغربية عند مشاكل من أيام كينيدي إلى أوباما ثم تولت أخي أحمد وإخوة الأخوات بعد الدول دعم صريح للحكم الداتي تحت السيادة المغربية مثل إسبانيا مثلاً اللي هي بوصفها مصعمر قديم للإقريم المتنزع عليه وفرنسا اللي كانت تتعرفه منذ الفين و الفين و سبعة ويتتلعب في المنطقة الرمادية وتتقول بأن الحكم الداتي المطروح من طرف المغرب الفين و سبعة و جدي ويمكن الاعتماد عليه لكن يطرح من ضمن الحلول الأخرى هنا كانت تتلعب في فرنسا في المنطقة الرمادية من ضمن وهذه خدعة فرنسية معروفة وبعد الضغط المغربي والعلى الدول العامقة في فرنسا خرجت منطقة الرمادية وقالت بأن حاضر ومستقبل الأمن في الصحراء هو تحت السيادة المغربية انتهى الكلام بمعنى الحكم الداتي تحت السيادة المغربية وبه الإعلام والسالم هذه فرنسا وغلر أخي أحمد والإخوة والأخوات غلر هذه المعطاية الدولية تيبا صراحة أن معالم قيام جمهورية جزائرية أخرى بتيندوف ولت واقع ملموس صراحة ولت واقع ملموس بدليل أن الجمهورية السحراوية منذ قيام الجبهة إلى اليوم عرفتش حال سبدة السحمد استنفادت وجودها خمسين سنة مع العلم أن ميلاد الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية أي جزائر الشمالية عمرها 62 سنة فقط الفارق بين الدولتين 12 سنة فقط 12 سنة إذن كلاهما وليد النشأة الجزائر الشمالية أخي أحمد وفرت كل مقويمات قيام دولة على تيندوف صخرت لها المال والسلاح والدعم الدبلوماسي والسياسي وانتهجت دبلوماسية الشيكات والهيبات بانا الطفرة النفطية مني كانت تطالع عن الطفرة النفطية وغلال بيترول وكذا ويتها تعطي خير دالي لأخر كلم ما صرح به الدكتور وانيس وزير خارجية التونسي المعروف حين قال الشونط وشافون بعيني الشونط مملأة ممنوء بالدولارات والأروات تعطى للدول الإفريقية لإدخال هذا الكيان السرطاني في المجموعة الإفريقية إذن أخي أحمد الإخوة والأخوات الجزائر الشمالية أنشأت فوق الترب ديالها جزائر جنوبية كل الأطور ديالها وبعد الأعيان ديالها تتحركوا بجوازات ووتائق جزائرية القادة ديالها تستقبلوا الوفود بجزائر جنوبية وهذه الظاهرة سابقة لم تحصل في العالم إلا في الجزائر سبحان الله وبحكم أن الشمالية أي جزائر الشمالية والجنوبية عندهم قاسم مشترك أخي أحمد قاسم مشترك واحد هو ظروف الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والغريم ديال المعسكر الغربي الجزائر تنشأت بعد وضعات الحرب العالمية الثانية الأوزار ديالها وانتهى شهر العسل بين الاتحاد السوفيتي والغرب بزعمة للولايات المتحدة الأمريكية لإقضاء المد النازي والإقضاء على ألمانيا كان واحد شهر العسل بين الاتحاد السوفيتي يامس طالين ومعروف القصة وأمريكا والحلفة أديال الغربيين للقضاء على هيتلير بعد هذه الحرب العالمية الثانية بدأت شرارة الحرب الباردة فكل واحد من المستعمرة تطلب الاستقلال من الغرب تلقى دعم من المعسكر الشرقي ومعروفة وهو ما نعيمت به الجزائر زيادة على الدعم دي المؤسسة الرئيس كينيدي اللي ضغطت على فرنسا دوغول وحتى على بريطانيا اللي بش تخلى على المستعمرات القديمة ديالها هنا نشأ مبدأ حق تقرير الشعوب في تقرير المصير سنة 1960 هذه الخوض علي دارتها الدول الغربية حتى تلقى على المستعمرات ديالها مشتتة مجزأة ويسهلوا الاستحواد عليها بنفس الظروف أخي أحمدوا أخوة الأخوات بنفس الظروف الجزائر الجنوبية لقت دعم من العسكر الشيوعي أو المعسكر الشيوعي المنتشر عبر دول العالم امتحاد السوفيتي فيتنام ألمانيا الشرقية وهلومة والمنظومة التي تابع عليها وبعض الدول الأفريقية الحادثة اللي عرفناها مثل موزانبيق أنجولا وغيرها ثم أمريكا اللاتينية معرفة كوبا ومنوالها تودعت الجزائر الجنوبية وجبهات البولي زيرو بدون موجيب شرع قانوني أن البولي زيرو هي الممتد الشرعي والوحيد للشعب السحراوي بالله عليك أي صندوق فبأي صندوق انتخابي تمتيلي أحدث أحدث هذه الجبهة هذه باش عمنا تمثل الساكينة أي صندوق انتخابات ملا عليك إلا دعت الجبهة هي تدعي أنها بفعل بندقية المقاتلة الإسبان هي تقول منذ سنة 1973 إذا كان هذا الطرح فقد سابق في الكفاح المسلح أبطال جيش تحرير المغربي اللي كان يقاتل بشامل إفريقيا مجتمع وحتى في موريطانيا منتصف السينيات أو منتصف خمسينيات عفوا حسب اعترافات الراحل الرئيس الموريطاني المختار والدادة هذه الحقيقة أخي الكريم إذن هني أن قيام جمهورية تيندوفية أو قيام جمهورية الجزائر الجنوبية في الجزائر هني إلا وخير دليل هو تسلل ذلك الوفد البوليزيرو مع الوفد الجزائري في مؤتمر تيقاد ليحضر الحصة التحضيرية أو الجلسة التحضيرية للعلاقات اليابانية الإفريقية وكيف أخرجها هذه اليافريطة أو هذه البلاكة من الساك ديالو وبالله الدولة المنظمة هي التي تسهل هي التي تدير اللافتات وليس تجبدها في حالة تسلول وحالة شروط وتجبدها حتى أمام طاولة خاصعتم وخاصعت الجمهورية البقوقية في جنوب الجزائر وشكرا أقر أحمد وعلى فرصة قادمة وكل تحياتي إلى المتابعين والمتابعات إلى اللقاء اشتركوا في القناة